شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة مراسم يوم الشهيد التي جرت اليوم في واحة الكرامة في أبوظبي وفاءً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم في تاريخ دولة الإمارات ووجدان شعبها حضر المراسم سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل انهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ انهيان بن زايد آل انهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل انهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأهالي الشهداء وبدأت مراسم يوم الشهيد بوصول صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة إلى واحة الكرامة ثم توجه سموه إلى نصف الشهيد ووضع إكليلا من الزهور عليه فيما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لأرواح الشهداء وتقديرا لتضحياتهم من أجل الوطن وبطولاتهم في ميادين الذود عن حياضه وحفظ سيادته وفي هذه المناسبة كرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عددا من ذوي الشهداء وأسارهم ويأتي التكريم تعبيرا عن التقدير والعرفان لتضحيات الشهداء البواسل حتى تظل راية الإمارات عالية خفاقة وللمواقف الوطنية لأسارهم وما أبدوه من وفاء للوطن وتضحية لأجله بعد ذلك توجه سموه إلى المنصة الرئيسية حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي ختام الفعالية حلق سرب من طائرات سلاح الجو في سماء واحة الكرامة في تشكيل رمزي تحية لأرواح الشهداء الأبرار وما يمثلونه من رموز للتضحية والفداء في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإجلالا لبطولاتهم ومواقفهم في ميادين العزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر